المترشح عن دائرة جهين الجنوبية بمعتمديد بوحجلة كمال العادي أصيل منطقة العواجبية أستاذ مميز درجة استثنائية متحصل على شهادة الأستاذية في علوم التربية وكذلك على شهادة ختمة دروس بالمعاهد العليا لتكوين المعلمين أشغل الآن خطة مساعد بدغوجي برنامج الانتخابي وانطلاقا من تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي سأعمل على المطالبة بإحداث خط ضغط عالي لتقوية الطيارة الكهربائية وذلك لدفع عجلة التنمية بالجهة وتأمين العيش الكريم ربط عمادة جهين الجنوبية بشغبك التوزيع المياه لتزويدها بالماء الصالح للشراب تعبيد المسالك الفلاحية تمكين الأسر ذات الوضعيات الخاصة من الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي تشجيع الشباب على بعض مشاريع في إطار الانتفاع من برنامج التمكين الاقتصادي حف الشباب على أحداث شركات تعاونية للخدمات الفلاحية وأحداث شركات أهلية النقل الآمن كذلك سأعمل على توفير النقل الآمن للعمل والعاملات في المجال الفلاحي وتمتعهم بالتغطية الصحية تفعيلا للقانون عدد 51 لسنة 2019 العمل على سيانة المدارس الابتدائية وترميم أسوارها لحمايتها وتأمينها سأعمل أيضا على إحداث مركز للرعاية الصحية بالجهة وإيجاد حلول حل جذري وإيجاد حل جذري لمشكلة النقل المدرسي إحداث مكتب بريدي وأحداث دائرة بلدية بالجهة بعض روضات بلدية بجانب كل مدرسة أتوجه الآن بكلمة إلى الشباب منطقة الجينة الجنوبية وأبنائها وأدعوهم إلى التفاؤل خيرا فالقادم أفضل فبلادنا في حاجة إلى كل أبنائها فالفرص متاحة لتحقيق آمالهم فبرنامج التمكين الاقتصادي يمكنهم من قروض لبحث مشاريعهم وكذلك أو بعث شركات تعاوني للخدمات كذلك أدعوهم إلى التصويت لأن التصويت واجب وطني فصوتهم يغير الواقع ويرتقي بعمادتهم نحو الأفضل اختاروا من يمثلكم من يفتح لكم باب الأمل القادر على التغيير وتحقيق تمحاتكم صوتوا للمرشح كمال العادي سيساعدكم ويأخذوا بيدكم نحو الأفضل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته